جميل ندخل في الانتخابات نهاردة تم إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الحقيقة على مدى الشهور الماضية حضرتك شخصيا كنت معايا وكثير من المتحدثين باسم حزب النور كل سؤال كنت بطرحه كان بيتم تعليقه على هذا الاستحقاق لما نشوف القانون أسأل عن حالفات يقولين لما ينزل القانون أسأل عن هتقبل القانون لا لما ينزل القانون القانون خرج وأكيد حضرتك اتطلعت عليه بالصيغة شبه النائية اللي موجودة الآن أولا موقف حزب النور من القانون إيه؟ أولا موقف الحزب موقف واضح جدا وأعتقد اللي احنا لم نعلق هذا الموقف على صدور قانون تقسيم الدوائر لأننا عايز بس أشير لنقطة هو قانون تقسيم الدوائر قانون خادم لقانون الانتخابات يعني هو مش قانون مستقلم ذاته لازم قانون تقسيم الدوائر يتم تشريعه بطريقة تتناسب مع القانون اللي هتجرع عليه الانتخابات محتاج قد ايه مقاعد فردية محتاج قد ايه قوائم موجودة فبناء عليها القانون بيخدم على قانون مجلس النواب بالنسبة القانون بقى مجلس النواب طبعا احنا كنا لنا وجهة نظر يعني فيها تحفظات شرق كتيرة جدا على هذا القانون وما زلنا إلى الآن لدينا هذه التحفظات على قانون مجلس النواب ونعتقد أن هذا القانون يعني لم يكن الوضعين للقانون اختياراتهم لم تكن موفقة وإن النظام الانتخابي اللي طرح لم يكن موفق اللي هو النظام المختلط بين الفردي والقوائم اه طبعا ايه الشكل اللي كنت بتقترحوه ايه اعترضاتكم على القانون بشكل حالي بص حرك احنا يعني لازم يعني دايما القانون اللي انتخابت بيكون متركب على الدستور يعني اللحظة المشكلة ان لجنة الخمسين اللي وضعت الدستور كان لها فلسفة وفكر اللجنة المشكلة لوضع قانون مجلس النواب لها فلسفة وفكر الفلسفة وفكر اللجنة اللي وضعت قانون مجلس النواب اعتقد ان هي فكرها وفلسفتها كانت تميل الى النظام الرئاسي يعني هذا القانون يتناسب مع النظام الرئاسي مفيش اشكالة فيه لكن الدستور بيقول ان النظام الدولة نظام الحكم في الدولة هو نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني وان البرلمان بيقوم بتشكيل حكومة يبقى كان لازم القانون تاقيما لما يبتدي نحط القانون نراعي هذا الامر انا النهاردة بقى تساءل يعني مجرد ان يعني البرلمان حيكون له احتمالات احد هذه الاحتمالات ان يكون فوق 50 فلم من البرلمان مستقلين طيب انا المستقلين دول لما يكون فيه عندي 300 عدو هيختاروا رئيس وزراء وحيختاروا حكومة هيختاروا ازاي وايه يعني سبيل التوافق بين 300 عدو دول وخاصة اللي احنا ما ننساش ان فيه نص دستوري موجود ان المجلس خلال مدة محددة لو اذا لم يستطع او اذا لم ينجح في تشكيل حكومة بيتم حله دستوريا يعني يتحل من تلقاء نفسه فده يعني الوضع القانون كان لازم يراعي ان النظام اللي انتخابي المعمول به يبقى نظام يعطي دور اكبر للاحزاب اه المصرية التي تستطيع من خلال رؤساء الاحزاب التوافق على رئيس وزراء يعني انتقليل النفس التحفظات اللي قلتها انبار حزب الوفد اه 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 اه